اشتركوا في القناة اكتئب ولا شنو ما كان عنده هو في حاجة انك تكون عندك واحد لأدن صاغية تسمع لذلك الانسان مشي لا بدا توقف معاه وتشعروا بالبلاصة دياله وتشعروا بالحب ديالك وتشعروا بالسوتيان ديالك انك ركب معاه وموجود معاه مشي لا بدا بالهضرة بعد المرات غير تسمع وبعد المرات بالفعل انك تدير شي حوائج بالافعال ديالك اللي كتبين له انه ذلك الانسان مهم وانه يستحق انه يكون يعني في واحد المرتبة عالية ما تحكمش على الانسان ما توبخش الانسان لانه عرف انه هاد الامراض هادي وهاد الاضطرابات هادي راه ماشي الواحد ما كيكونش مختار انه يكون فيها راه ما عندناش كيفية الاختيار هاي امراض اللي كتتحكم في الانسان وكيكون الصراع فيها صعيب بزاف دونك هذا بالنسبة الاخر عرف راسك انه كيف مما تعملتي معاه ممكن تكون تسبب في الشفاء دياله كممكن تكون سبب في الانتكاسة دياله بالنسبة للمريد الويمام على حسب يعني الاضطراب اللي غد يعاني منه الواحد دايما يرجع الاصل ديال المشكيل نحاولو نرجعوه الاصل لمشكيل بعدا نعرفو اول حاجة هو التشخيص ديال المشكيل مليكي تشخص المشكيل كان عرفوه يعني واحد الخمسين في المية دياله الطرابة التوتور بتشخيص كتفهم كيجي يعني الحصة اللي يمورها كيقول لك راشي حويش تبتلو فيها لاش فهمتي شنو عندك ورا قلتها واحد السيدة اللي تصلت بيا قبيلة يعني على الاقل لا تشحلو حنا كندراء طيبا تشخيص ما كان شخص راسك اغتولي تقدر تعاون راسك عندك تقنيات تشوف الافكار اللي عندك في راسك اللي كتديك لهادوك يعني الاحاسيس السلبية لان اللي خاصنا نعرفوه ما كان شي احساس سلبي اللي كيجي بلا ما كيكون مرافق بافكار سلبية بدلت انا الافكار السلبية اللي عندي كنقدر نبدل الاحاسيس بقات ذاك الافكار فقص ما ذاك الاحاسيس اللي كيكونوا تابعينهم تاهم كيكونوا احاسيس سلبية ولكنو الافكار سلبية والاحاسيس سلبية ممكن يكون عندنا غير تصرف سلبي اللي احنا ما غديش يعجبنا وغدينا نولي وفتو بخدات مع الوقت إذا قدرنا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والشراك بقناة شادا تيفي مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شادا تحل المشاهدة شادا اول قناة فنية بالمغرب